مدرب المنتخب العراقي السابق عبدالغني في تصريح لموقع العراق قائلا من غير المنطقي انتقاد الإسباني في سوس كاساس بسبب مباريات تجريبية كاساس يضخ دماء جديدة للمنتخب العراقي ولدينا ثقة تامة بالمدرب الإسباني كاساس المباريات الرسمية هي أساس تقييم أما الوديات لتجربة وإعطاء فرصة للعبين كاساس يسير بخطا ثابتة ومن المعيد جدا هو انتقادات كاساس من قبل بعض المحللين في هذا الزمن القصير يجب أن نكون مع المدرب ومع المنتخب العراقي لأن بطولة غرب آسيا على الأبواب يجب علينا التكاتف وأن نكون يد واحدة دون التفرقة في صفوف المنتخب العراقي وأن نكون مؤيدين للمدرب الإسباني في سوس كاساس لاعبين نادي الكهرباء يمتنعون عن أداء الوحدات التدريبية لحين عودة مدربهم لأي صلاح إلى التدريبات ومصادر أكدت أن رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي طالب عدنان درجال خلال زيارته اليوم إلى مقر الاتحاد بوضع حل لقضيته مع نادي أربيل كونها بدأت تؤثر على نفسية مدرب الفريق كونه تعرض إلى ظلم واضح من قبل إدارة نادي أربيل وفد نادي القوة الجوية يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى مدينة جدة السعودية تحضيرا لمواجهة نادي الاتحاد السعودي بدور أبطال آسيا بانتظار الإعلان الرسمي التونسي شهاب الليلي مدربا لنادي الشرطة خلفا لأحمد صلاح إدارة نادي أربيل ترفض تسديد ديون اللاعبين ولا تريد أن يقف أحد الناع الحق وهذا ما أكده كون عبد الخالق الذي يرفض إعطاء مستحقات اللاعبين ومن ضنه لأي صلاح تصريح غريب من رئيس نادي أربيل وليد عرب بالرغم من عدم تسديد حقوق اللاعبين والمدربين قال أيضا بأنه يرفض تدخل رئيس نادي الكهرباء علي الأسبي في موضوع مستحقات المدرب لأي صلاح ردا على تصريحات لأي صلاح وهوار محمد ونبيل صباح وعلي فائز عضو المكتب الإعلامي لنادي أربيل سردار الهركي في تصريح هناك أياد خفية تريد أبعاد نادي أربيل من دوري المحترفين جميع اللاعبين الذين صرحوا ضد نادي أربيل هم مدفوعين من جهات خارج النادي وكانوا قد تنازلوا سابقا عن مستحقاتهم لماذا الكلام فقط عن نادي أربيل وهناك أندية أخرى لديها ديون مثل أربيل هناك من يريد محاربة إدارة النادي بسبب نجاحها بالرغم من الظروف المالية الصعبة وهذه الأياد معروفة لنا المحلل السعودي خالد شنيف في تصريح صحفي قائلا المنتخب العراقي في بطولتين رباعية لم يحقق ولو انتصار واحد في بطولة كأس ملك تايلند حققت عادلين أمام المنتخب الهندي وأمام المنتخب التايلندي وفي بطولة الأردن الرباعية كذلك حققت عادلين أمام منتخب قطر وأمام المنتخب الأردني مستوى المنتخب العراقي ضعيف جدا وغير مؤهل إلى عبور دور الثمن من بطولة غرب آسيا وكذلك لا يمكنه التأهل إلى كأس العالم لأن هذا صعب على المنتخب العراقي العراق سوف يواجه المنتخب الياباني في تصفيات بطولة غرب آسيا لا أعرف كيف سيلعبون عليهم إعطاء الفوز والثلاث نقاط إلى اليابان دون أن يجربوا أن يلعبوا تسعون دقيقة أمام الكمبيوترات اليابانية اليابان سوف تذل العراق بقيادة الإسباني خيسوس كاساس نتمنى أن تكون النتيجة غير ثقيلة ومخزية عاجل والد أمين الدخيل يتصل برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ويبلغه برغبة ولده أمين الدخيل بتمثيل المنتخب العراقي وأكدت مصادر مقربة من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال إنه رحب باللاعب وقال لوالد الدخيل إذا كانت هناك رغبة لللاعب في تمثيل المنتخب العراقي الأبواب مفتوحة متى ما أراد القدوم لامان على دينا هاجم المدرب العراقي حسن أحمد مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس بعد انتهاء مشاركة المنتخب العراقي في بطولة الأردن الرباعية الودية مبينا أنه لا يمتلك أي بصمة أو طريقة لعب خاصة به واحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في ترتيب البطولة بعد فوزه على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الأردني بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وقال أحمد لموقع المستديرة الرياضية أسلوب لعب المنتخب العراقي عشوائي لأن المدرب كاساس لا يملك بصمة في المنتخب العراقي لغاية الآن رغم المعسكرات التدريبية والمباريات التجريبية الكثيرة التي خاضها المنتخب العراقي خلال الفترة الماضية وأضاف كاساس جازف مبكرا أمام الأردن بزجه باللاعبين علي الأحمادي وأيمن حسين وأحمد فرحان ونجح في إحراز التعادل وقلب الطاولة على النشام ولكن الأخطاء الدفاعية الساذجة أضاعت الفوز في الوقت الأصلي وبين أحمد المشكلة الأزلية في المنتخب العراقي تتمثل في الجانب الدفاعي بأسهل الفرص يستطيع أي منافس أن يسجل في المرمى العراقي كاساس منذ عام مع المنتخب ولغاية الآن لم يجد حلا فنيا أو تكتيكيا لمعالجة الأخطاء الدفاعية وهذا قد يكلفه الكثير في تصفيات كأس العالم وبطولة آسيا يذكر أن المنتخب العراقي خاض مؤخرا أربع مواجهات ودية بطولة كأس ميليكي طيلمد وبطولة الأردن الرباعية وانتهت جميعها بالتعادل وبركلات الترجيح ويستعد المنتخب العراقي لخوض التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 إذ سيواجه إندونيسيا في البصرة في السادس عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة